الراديو 9090 هواها مصري حامد وفرجاني ساسي الثلاثة اللي قدامهم الاقرب ولا وجهة نظري لا الاقرب في الطرف اليمين ونجم في المركز رقم عشرة يوسف اوباما في الطرف الشمال بن شارقي وجهة نظرك ومهاجم مصطفى محمد وجهة نظرك لازم اوباما يبقى ليه وقفة مع نفسه في المباراة دي ولازم انا كمدرب لازم اتكلم معاه ولازم الكلام ده يتجرب قبليها اقول له ايه بقى لو ما كانش ليك دور في النواحي الدفاعية عنيف جدا ورجعت بقية راس مسلس لقدام طريق حامد وفرجاني ساسي يبقى انا بالنسبالي لأ يبقى بن شارقي هو اللي يدخل في المركز رقم عشرة ولعب زيزو ووينجر في الطرف الشمال يبقى قنجم وينجر في الطرف اليمين وزيزو في الطرف الشمال وبن شارقي في المركز رقم عشرة وقدام زي ما هو فرود مصطفى محمد ليه اللي بيميز اوباما عن بن شارقي ايه ابراهيم بن شارقي انا بشوف انه لعيب كرة كوير جامع عالي اوي يعني لعيب كرة عنده كرة عالية اوي اللي بيميز اوباما عن بن شارقي النواحي الدفاعية بلغة الكرة كده زي ما بنقول اوباما غلاوي شوية في النواحي الدفاعية وابن نادي الزمالك المفروض عنده غيرة شوية عن الحتة دي فانت هتلعب علشان انت عندك الميزة دي عن بن شارقي لاني انا ككارتيرون لو بفكر في نواحي هجومية بس لا انا بشوف انه كورة بن شرقي اعلى من كورة اوباما وبالتالي لو انا بفكر نواحي هجومية بس نواحي هجومية بحتة انا هلعب بن شرقي وزي ما قلت لك وناجم يمين وزيز وشمال واي ساكسوال او انت بتحبز او بتفضل ايه انك تشوف بن شرقي على اطراف ولا نتشوفه في المركز ده بن شرقي بيعرف يلعب اللي اتنين بن شرقي بيعرف اللي اتنين خلي بيعلك ودي ميزة برضو بتميزه عن اوباما اه اعلى افتكر كويس اوي في المتشاط اللي كان بيواجه فيه النادي الاهلي مع فرقته القديمة الوداد الوداد كان دايما على الطرف وكان متعب جدا بس لما لعب في المركز عشرة برضو نجح فيه نجاح كويس اوي 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 يعني احسب من يعني لو انت بتقارن على الطرف هو وقنجم مين يبقى افضل لو هتختار واحد منه مع الطرف لا بن شرقي طبعا طيب ما ايه رأيك ما يبقاش قنجم موجود وبنشارق ناحية اليمين وزيزو ناحية الشمال واوباما بس قنجم بيعلى في الفترة الاخيرة رغم ان انا كنت قلتلك من حوالي شهر لسه برضو ما بس لا بيعلى انا مش مختلف معاك بس ورقك وايسة موجودة برا بصة ابراهيم انا عشان كده قلتلك هيبقى انت فكرك كله هجومي بس هجومي بس يبقى انت هتلعب التلاتة اللي قدام فرجاني ساسي وطارق حامد زي ما انت كما يحلو لك زي ما بيقوله لو انت هجومي بس وهتكتفي ان الاتنين دول بس اللي هيدفع بس انت تقصد انه لازم واحد يرجع يرد مع فرجاني ومع طارق حامد برافو عليك ليه لازم يعود برضو ضعف فرجاني ساسي في النواحة الدفاعية انا ممكن اتغلب على ضعف وفي مدرستين ابراهيم ان فيه فيه ناس تقولك انا عاوز الاتنين مسحين برافو عليك مسحات وفيه مدرسة تقولك كفاية واحد وفيه مدرسة تعوضها زي مسلا ريني فيلر يقولك لأ انا لعب براهن على العدد اه اللي اتنين مش اكوية جدا دفاعيا سيبك من اليو ديانج انا باتكلم في العموم قبل ما يتصاب حمدي فاتحي يقولك اللي اتنين متواجدين اتنين بيدفعوا احسن ما يبقى مسلا من واحد بس هو اللي في النواحة الدفاعية قوي جدا زي طريق حامد مسلا اي خلاص طريق حامد هو ممكن اللي يلعبك اربعة واحد اربعة واحد مستريح بس في ماتش زي ده لأ انت محتاج تدافع كويس جدا كمان فانت لازم تراهن ولازم تدي تعليمات ان لما نخسر الكورة في الحالة الدفاعية لازم اوباما ينزل يبقى اول محطة دفاعية قدام طريق حامد وفرجاني ساسي ويبقى القدام اوباما لازم يرجع الورا طبيعي دلوقتي انك لما بتخسر الكورة في اي مكان يعني في اي كورة في العالم طبيعي انك لما بتخسر الكورة بتاعتك قدامك حاجة من الاتنين يا اما عادة تمركز يا اما ضغط صح لانا بتكلم غلط مزبوط طيب هو زي ما انك بلعب على انه طريقة عادة تمركز ولا بضغط عشان يعني اجيب الكورة وقت ما انا ما بفقدها في اي حتة في المعارة ما هو بصها ابراهيم زي ما انا بقولك في ناس يعني مثلا لستر سيتي لما كان كسب الدوري كان ميلعب ب 4-4-1-1 لما كان بيخسر الكورة اي خلاص المركز رقم 10 اللي كان بيلعب ورا فاردي ده ما كانش بيدافع قوي ليه لان كان ورا اتنين اقوية جدا في النواحة الدفاعية سواء كان كانت لو تفتكر قبل مايروح او لما كان بيدرينك ووتر كان الاتنين اقوية جدا في النواحة الدفاعية لما كان بيلعب في نص الملعب فانت النهاردة ممكن الزمالك تتحول في الطريقة الدفاعية في الحالة الدفاعية أربعة أربعة واحد واحد بيرجع الطرفين قدام الباكين اللي على الاتراف بيرجع ونجم قدام حزم إمام وبيرجع بن شرقي لو أنت حاوز تلاعب بن شرقي في الطرف الشمال بيرجع قدام عبدالله جمعة مع طريق حامد في نفس خط طريق حامد وفرجاني ساسي عبدالله جمعة ولا عبدالشافي عبدالله جمعة وجهة نظر يعني ويفضل أوباما هو الرجل رقم عشرة اللي ممكن نسلمه الكرة أول لما نتحاول للحالة الهجومية اللي هنطلع عليه اللي هنطلع عليه برافو عليك اللي هيقدر يمول الناس في بكورة دي لو ما بتبقى في الحالة الدفاعية أربعة أربعة واحد واحد لكن لا لازم في المباراة دي أبرايم أوباما ينزل ويبقى راس مسلس قدام لقدام قدام طريق حامد ويفرجاني ساسي يبقى أول محطة دفاعية طيب إحنا مخصصين زي ما حالكم شايفين كده مخصصين الحلقة بالكامل للحديث عن نهائي السوبر الإفريقي لأنه مفيش عندك مناسبة أهم من كده ومفيش عندك تفاصيل تتعلق بفرقة مصرية وأكيد هنتكلم عن أهلي والمصري برضو عشان جمهور أهلي ميين طبعا بس إحنا مخصصين لوقت الأطول من الحلقة دي للتحليل ده لأنه مباراة الأهم يعني بس إشان الناس أحناً كتير تتساءل يا جماعة ودايما أنا بشوف من وجهة نظري كده اللقاءات الكبيرة اللي من النوعية دي لازم يخصص لها وقت يعني زي ما بيجي وقت علينا بنتكلم لما الأهلي بيبقى في نهائي دورة أبطال أفريقيا فبنتكلم في تفاصيل اللي هي علاقة بحاجات شبه كده ويبقى مخصصين الحلقة بالكامل برضو آآ ده وده بيبقى آآ نوع من أنواع العدل إلى حد كبير روح لفاصل أخير وبعد الفاصل لسا متواصلين مع حضرتكم في مناعة بتانتين معبرين فيه